اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم مشاهدين الكرام في كل مكان في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج اقرأ للكبار والصغار برنامج اقرأ للأطفال من الحضانة وصف الأول الابتدائي برنامج اقرأ لمن فاته قطار التعليم وريد أن يتعلم القراءة والكتابة برنامج اقرأ للشباب للخريجين للكبار لمن لم يتعلم تعلما صحيحا برنامج اقرأ أسس ابنك صح في القراءة والكتابة مشاهدين الكرام سوف أبدأ معكم اليوم بمفاجأة جميلة جدا وأحبها جدا مشاهدين في كل مكان مشاهدين في الوطن العربي وفي كل مكان اليوم رسالة من الشقيقة الجزائر رسالة جميلة جدا حتى في الجزائر حتى في المغرب العربي في تونس في المغرب في كل مكان من الوطن العربي يشاهد قناة الصحة وجمال وبرنامج اقرأ الكل يريد أن يتعلم في هذه الأيام النهاردة جايب لكم فيديو صغير لطفل في الجزائر أحيي شعب الجزائر أقول لكم اشتقت إليكم كثيرا وأقولها باللهجة الجزائرية أراني أراني اللهجة الجزائرية صعبة علي راني متوحشكم بالزاف أو راني متوحشكم بالزاف يا الجزائريين تمام كده أنا قلتها صحيحة هو راني متوحشكم بالزاف يا الجزائريين اشتقت إليكم كثيرا معنا الطفل عبد الإله برجي من الجزائر الشقيق من ولاية تلمسان دائرة فلوسا هنشوف الفيديو ونرجع لكم تاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا برج عبد الإله من الجزائر عمري سبع سنوات سأطلع لكم حرف البي با فتحة با با دم بو با كثرة بي با سوكون با با مد بالآلف با 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 مد بالوغ بو با مد بالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدنا كرام ورجعنا لكم بعد هذا الفيديو الخصير يا عبد الإله متشاكلين جدا أنت بتشاهد قناة صحة الجمال وبركاته لكن في تعليق بسيط على حرف الباء اسمها باء 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 ابتسموا أنت بتقولها يا عبد الإله ما تفخمهاش أنا عارف أن اللهجة الجزائرية فيها تفخيم في معظم من حروف لكن اللغة الصحيحة واللغة الفصحة ترقيق الباء في أي مكان في اللغة العربية في القرآن أو غير القرآن باء فتحة باء باء كسرة بي باء ضمة بو باء بعدها مد بالألف باء بعدها مد بالياء بي بعدها مد بالياء بو الباء الساكنة أب اب أب تب 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 الباء مرققة في كل مكان تمام يا عبد الإله؟ شكر خواص لأهلنا في الجزائر ومبسط جدا أن الناس بتبعت رسائل في باء رسالة صوتية من ولية أمر الطفل عبد الإله برجي من الجزائر من ولاية تلمسان من دائرة فلوسن عنده سبع سنوات وليت أمره بقى بعت رسالة شكر للقناة وشكر لبرنامج اقرأ وشكر للرسالة تحية للشعب المصري لو الرسالة الصوتية جاهزة ممكن نشوفها جاهزة الفضل يا أستاذ بسم الله وبركاته أنا عمت عبد الإله من الجزائر من متابعي حصة اقرأ مع الإعلام المتميز والمتألف محسن علام في قناة الصحة والجمال نشكركم بزافة على هذه الحصة التعليمية ونحن في انتظار استكمال مشاهدة دروس النحو كما وعدنا الأستاذ محسن نحييكم من الجزائر جزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام تحية للشعب الجزائري وتحية لعمة الطفل عبد الإله بورجي الأخت شريفة بورجي جزاك الله خيرا ومشكر بالزاف وزي ما قلتلكوا شعبنا الجزائري باللهقة الجزائرية أراني متوحشكم بالزاف يا الجزائريين شكرا ونبدأ بعد سنة النهاردة ممكن نبدأ أحصلنا النهاردة مشاهدين يا كرام الحمدلله أعرف سنتقغ مشاهدين يا كرام النهاردة هنأخد حرف الهاء حرف الهاء الهاء اسموه يا عم عزب هي اسمو إيه هاء الهاء مرقخة في كل مكان ماينفعش أقول هاء يا عبد الإله عبد الله بورجي ماينفعش أقول هاء اسمها هاء ابتسموا ونت بدأ قولها يا عبد الإله خلاص؟ شعبنا في الجزائر هاء هاء تمام كدا؟ عايزين بقى نتعلم أنا عارف ان حرف اله فوصط الكلمة. أنا عارف ان هو صعب شوية بس تعالوا نتعلم حرف الهاء. تعالوا كدا؟ يلا بنا عم عذب حرف الهاء. يلا نطلع اكون راست ايه ايه ايه. نطلع اكون راست شكل الحرف. يلا نبدا بها يلا shock disease disease приб тво Carl Hey بص لو كدا. بوص ده لهيه. ما لها شوية مع dir دل ونطلع لفوق كدا بس ايه فيها سنة للفوق كدا الأول نبدأ بالإيه؟ يا عم عزب نبدأ بالإيه؟ بالدال كده بص 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 يا محمد أهي وهنا هو أهي تاني كده دال وفاء دال وفاء تاني أقولها تاني تاني أهو بص كده يا عم عزب أهدي الدال أهي دال نايمة شوية ونجي طالع كده وقبل الآخر بشوية بص 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 عم عزب فاء تمام كده؟ أهي ماشي بس هنا هنا كده بقى ما نعمل؟ لابد ننزل بها ع السطر الفاء دي لابد ننزل بها ع السطر كده تمام كده؟ أهي تاني أهي تاني أهي أهي لابد ننزل بالإيه؟ بالفاء دي ع السطر تمام كده؟ يبقى دال وفاء دال وإيه عم عزب؟ وفاء أهي تاني أهي دال نايمة شوية أهي وقبل النهاية بشوية بص 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 أعمل كده وامش ع السطر ده اسمها إيه؟ هاء اسمها هاء منفردة دي تمام كده ده الهاء اهي تاني اهي بص يا ام عزب نكتبه تاني ادي ده النايمة اهي وقبل النهاية بشوية فاء ونجو نزل على السطر خلاص يا ام عزب ده الهاء طيب عايزين يلا ده في الصفحة العليمين في كراسة شكل الحرف الصفحة العشر مال بقى عايزين نتعلم ايه ام عزب حرف الهاء في اول كلمة نرسمه ازاي تعالوا نشوف زي ما قلنا دلوقتي تعالوا ده النايمة شوية يلا واد الفاء واهي ونشيط ده صدر كده يبقى الهاء في اول الكلمة تمسك في اللي وراه تمسك فين في اللي وراه عشان الناس بتغلط في الرسمة في ناس بتغلط في رسم الهاء اهي احضرات دال اهي تاني ام عزب اهو وقبل النهاية بشوية وانزل هنا فيه اهي فيه مساح هنا صغير اهي 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 عم عزب وفوق قبل النهاية بشوية بنزل بالايه بنزل بالفاء تمام كده هي ما هي إلا دل وإيه؟ وفا تمام؟ الدل شريعة شوية دخلة في كل مكان دخلة في أين؟ في كل حد تب الهاء في أول كلمة حضرات بتمسك في اللي وراها الهاء مش حرف رفاص الهاء مش حرف إيه؟ رفاص تمام كده؟ تمام يا أستاذ محمد كلاني معايا؟ بسم الله ما شاء الله أنا عايز الهاء يا حضرات الهاء في أول كلمة مثال عليها مثلا زي إيه كده؟ يلا كده يلا بينا هيه؟ هاجر بسم الله ما شاء الله يا عم عزة بصوا شوفوا بصوا اسمتها يا عم عزة هذه الهاء هيه ما سكفي اللي وراها هيه يلا هذه الهاء هاجر أو هاجر أو هارون أو هرب أو هجرة أو هرم تمام كده؟ هذه الهاء في أول كلمة هيه تمام يا حضرات؟ تمام طيب الهاء في أول كلمة بقى متعبة شوية يا محمد يا كلاني عشان عارفك إنت ايه بتتعب من رسمتها تعالوا شوفوا خليكم معايا كده في الهاء في أول كلمة في واحد يعمل لي ازاي؟ يعمل لي كده وتمانية كده ويعملها لي كده تمام كده؟ والله لو طفل صغير مش حاوله لا يعني لو طفل صغير عادي والله ما فيش مشكلة تمام كده؟ اعملها تمانية كده بالإنجليز تمام كده؟ لكن الرسمة الصح يا حضرات يعني الطفل نعلمه يرسمها صح والله بعد كده ما يكبر حيفضل عليها طول عمره كده تمام كده؟ تعالوا نرسمها صح بقى؟ تعالوا نرسمها صح يمع يا محمد يا كلاني؟ أنا عوز أكتوبها معايا على طول كده تمام كده؟ بصلي بقى كده شوف بقى الهاء في وسط الكلمة؟ الهاء في وسط الكلمة إيه؟ ماسكة في اللي وراه والله قدامها اتفقنا؟ تعالوا شوف كده آدي عشان تمسك في اللي قدامها تمام؟ بصوا بقى من تحت كده نعمل ايه؟ اهي زي دال برضو مقلوبة شوية كده حلو كده؟ ونجي طالعين فوق بصوا 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 اهي نجي طالعين فوق كده بايه؟ 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 بيقص كده شمام؟ وزي حاجة زي الدال كده واهي تمام كده؟ تمام يا عمام عزب؟ بس في حاجة الدايرة اللي تحت دي حضارات بيضوية شوية وعليمين شوية يعني دخلة عليمين شوية اهي دخلة عليمين سنة الدايرة اللي فوق دي اصغر منها شوية وفي قص كده وحاجة زي الدال كده اهو الدايرة اللي تحت اكبر سنة يا عم عزب تمام؟ وبيضوية شوية اما اللي فوق قص كده ودال اللي عاوز يعملها في يونكا ماشي اللي عاوز يعملها تمانية والله مش هقوله لأ تمام كده؟ اهي تاني كده تاني تاني عم عزب اهي تمام كده خلاص يا معذب تمام تبعوزين مثال على الهاء في وسط الكلمة يا سدزة بهاء بسم الله ما شاء الله أهو يا عم ولا تزعل والله يا عم عزب أهو أدي الباء النهاردة عم عزب صين بسفاي والله بسم الله ما شاء الله أهو أدي الهاء الهاء يا حضرات يلا بهاء إيه ده يا أستاذ تنتظر تنطع الهمزة زي الألف همزة آه الهمزة أو عادي خالص نهائي زي ما اتفقنا قبل كده همزة على السطر هيه طب عملناها همزة على السطر دي ليه يا حبيبي يا حلوين لما تكبره حقولكه حقولكه إزاي وممكن أدي إن شاء الله تعالى بعد ما خلص الحروف ندي درس أو حصة كاملة أو حصتين عن الهمزات عشان فعلا أصعب حاجة الهمزات وقواعد الهمزات صعبة علينا وعلى الكبار والله يعني على الناس كلها مش على الإيه مش على الصغر فقط تمام كده طيب بهاء وماشي هذه الهاء في وسط الكلمة يا رسميتها واحد يقولي بقى يا أستاذ تبقى أهرام أهرام الهاء في وسط الكلمة وما مساكتش في الوراه واللي قدامها أقولك أنا لسه أجي لك وحقولك أهو الهاء لها شكلين لها كده وفاصة هي فاصة الكلمة ولها شكل تاني زي دي كده بس فاصة الكلمة إزاي يا أستاذ نكتب مثلا أهرام كده آدي لآن شوف الهاء برغم هي فاصة الكلمة بس رسمناها كده ليه عم عزب رسمناها زي الهاء في أول كلمة ليه رسمناها كده عشان أبلها حرف إيه رفاص الله ينور عليك الألف رفا ست رفا ست الهاء تعالوا كده وكأنها بالضبط فين في أول الكلمة الله ينور عليك يا عم عزب ننطق الهاء نركز في نطق الهاء عشان قريبة من الهمزة شوف الألف والهاء شبه بعض في النطق الهمزة والهاء قريبين من بعض في النطق يا حضرات يبقى يبدو نظهرها أهرام تمام ما فيش حد بقى يروح يسهلها كده وليه أهرام ما اسمعش الهاء خالص لا تمام كده يبقى الهاء لها شكلين في وسط الكلمة لو سبقها حرف رفاصي عم عزب أهو كأنها في أول الكلمة تمام كده طيب يا أستاذ لو في وسط الكلمة وما سبقهاش حرف رفاص يبقى بهذه الطريقة الهاء الفيونكا تمام عاوز تعملها تمانية من الإنجليش كده ماشي براحتك خالص مهي تمام كده بس الصح أن ده في الهاء في وسط الكلمة في وش جامل قوي ماشي الهاء الهاء في وسط الكلمة الدايرة اللي في النص دي اللي تحت الدايرة اللي في التحت اللي تحت دي كبيرة شوية وعلى يمين شوية اللي فوق عاملة زي الدل كده وصغيرة شوية خلاص كده اتفقنا عشان الطفل حتى لو صعب عليه يتعود يرسمها عشان حضرات يلا الهاء بقى فخر الكلمة يا حضرات يلا تعالوا نشوفها لها شكلين الهاء في وسط الكلمة لها شكلين بص كده عم عزب خليك معايا كده هو عشان تمسك في اللي قدامها قبل النهاية بشوية ما عزب نعمل ايه ها نعمل ايه لا كأنها دا المقلوبة دا الايه مقلوبة تاني عم عزب هو تاني تاني عم عزب اهو هكبر اهو اهو طلعنا فوق شوية حل وقبل النهاية بشوية عمل ايه دا الايه دا المقلوبة في ناس باقى بتعمل كده وزراتي مخ لا اهيه تاني اهو وفوق شوية كده وقبل النهاية بشوية دا المقلوبة ما فيه الناس بتعمل كده هون لا كده لابد يتسبسلنا فوق كده اهي تمام كده تمام يا حضرات اولا تاني ارزمها تاني يا مام عزب حفزتها خلاص لا ارزمها تاني تعال شوف كده تاني اهو 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 بصوا ده المقلوبة هي خلاص كده يا حضرات اهي ده المقلوبة يا عامل تمام كده طيب الهاء في اخر الكلمة دي هاء في اخر الكلمة هي شبيهة بالتاء المربوطة بس او عطحو تمام كده واحد يقولي هاء اخر مدرسة لا اخرها تاء مربوطة اخر فهو هاء نعططين بس انا بانطقه مدرسة تبع عشان تميز بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة والهاء يلا هتعملوا ايه في حصة كاملة للتفرقة بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة والهاء تمام كده عشان ايه مش هينفعنا شرحها النهاردة عشان كتير تمام كده يلا نشوف اي حدا كده عام عزب يلا اخرها هاء نعم في خطأ فادح عم عزب خطأ فيه دلوقتي قال لي خمسة تعالي شوفوا بقى بصوا كده بصوا بصوا كده عم عزب قال لي كده لا ده خطأ عشان دي بتاء مربوط بنقطتين الله ينور عليك محمد مبدع ان هذا مخنجنا الكريم ايه الله ينور ايوة كده انا عاوز الناس كده فيئة كده وجيه الله ينور عليك بص اهو وجيه شوف شوف بقى ادي الهاء اهي بصوا اهي اهي وجيه اه تعرفها يا عم عزب ازاي انها تاء مربوطة وهاء تعرفها ازاي تعرفها ازاي تعرفها حرك الهاء كده حطها لا فتحة او كسرة او ضمة اه قلوا كده وجيه اما خمسة بقى حركها كده حطها لا ضمة او فتحة او كسرة خمسة عرفت بقى حرك الهاء يا حضر عشان تعرفها تاء مربوطة والهاء مربوطة حرك الحرف الأخير من الكلمة تمام كده؟ خمسة تو اتنطأ التاء يبهى تاء وجيه وجيهو ينفع هو الوجيتو؟ ما ينفع يبقى حرك الحرف الأهاء حركها الحرف الأخير في الكلمة حركه وانت تعرف انه هو هاء مربوطة ولا تاء مربوطة اتحركت ونطأتها تاء يبهى تاء اتحركت ونطأتها هاء يبهى هي هاء خلاص كده؟ وجيه تمام كده برضو تاني في خطأ تاني عم عزب بقولي وجبة عشان هو ايه الظاهر نصايم والجوع وقصر عليه بص عم عزب بص كده وج حركها كده عم عزب ايوة وجبة تو يبا دي ايه تاء مربوطة مش هاء تمام كده اهي حرك التاء او الهاء عشان تعرف تتملى حركها وانت تعرف انا قلت مدرسة وقفت عليها وانتطلت بالهاء طب حركها كده مدرسة تو لا يبا دي ايه با دي ايه مربوطة وجيه مش عارف يتاء ولا وجيتو لا وجيه خلاص كده تمام يبا وجيه اهي تمام كده طب فيه شكل تاني عم عزب للهاء شكله ايه هم اهو اهو يا عم عزب اهو تمام كده اهو عايز تعملها خمسة كده ماشي عايز تعملها ده المقلوبة كده اهو ماشي اي حاجة يا جمعة ماشي عايز تعملها كده تعملها كده ماشي تمام كده خمسة كده اهو واسه خلاص عايز تعملها ده المقلوبة وتقفلها مفيش مشكلة خلص نهي تمام برضو تاني عم عزب اخطأ خطأ فادح قال للعاشر مر قال كرة 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 لا طبعا حرك التأكده كرة تو عرفت تمام طيب الهاء يا حضرات اللي في اخر الكلمة فيه شكل زي دي عم عزب اللي سبقه حرف رفاص زي ايه كده بصوا الكلمة دي وجوه يا أستاذي هم حاجة صبورة مش محسن هم حاجة صبورة بصوا حبيبي وجوه يومئذن ناعمة وجوه اهي بص يا عم عزب اهي وجوه بص بص شوفوا الهاء بقى هادي الهاء اهي هادي الهاء يا عم عزب اهي اهي ينفع اقول وجوته ينفع حركها كده وجوه وجوه اهي ها اهي تمام كده فيه امثلة تانية حد يقولها مثال تاني زي وجوه عاوز حاجة تانية يا محمد تقولها وجوه هنا وجيه تمام كده حضرات يبقى الهاء اتعرفنا عليها في اول كلمة زي هاجر هرم هجرة اهي والهاء في وسط الكلمة زي بهاء زي اهرام والهاء في اخر الكلمة لو ما سبقهاش حرف رفاص زي وجيه والهاء في اخر الكلمة لو سبقه حرف رفاص زي الواو مثلا زي وجوه وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناضرة وجوه تمام كده كده نعفل كراسة شكل الحرف ونبدأ كراسة صوت الحرف يلا يا أسدزة يلا بسرعة البرق كده علشان النهاردة للأسف الشديد الحصة قصيرة يلا يا أسدزة مش عارف النهاردة لو استاذ محمد ولا صايم ولا حاجة ومش مذهب يعني مش منفعل معي مش منفعل معي النهاردة لا 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 كل تركيز يا استاذ محمد اننا نعاز كل الكنترول يتعلم ليه بقى ليه بقى كل واحد فينا وليه امر صح ولا لا كل واحد فينا عنده اخواته عنده اولاده صح؟ لابد نعلم اولادنا والله يا جماعة العلم ده يعني حاجة جميلة جدا والتعليم ده حاجة ممتازة جدا وممتعة وانا استمتع كل الاستمتاع باي حصة اقولها ولو حتى وقفت ثلاث ساعات بس يدوني فرصة بس تمام كده؟ حاجة بجد اشكر الادارة الموقرة استاذ جمال عبازيم مدير البرامج ورئيس السباقانة طبعا الاستاذ الفاضل عبد الحميد التوفيق لا والله فعلا بجد يعني هما ادونا فرصة لنعلم اولادنا ده شيء جميل جدا يعني الحق هو قال يعني يا الله يا استاذ محمد يا الله طلعناك راسي صوت الحرف يعني ايه صوت الحرف يا استاذ محمد؟ هم؟ صوت الحرف يعني ايه؟ يعني اسمعه صوته احركه فتحة كسرة هضمة حركات قصيرة حركات طويلة تنوين تمام كده؟ نبدأ بقى بصوت حرف اله يلا بينا كده هم؟ لا ها فتحة ها ما ينفعش ها ما ينفعش ها مرقاقة يلا ابتسم وانت بتقولها ها تمام كده؟ ها كسرة ها ها ضمة تمام كده يا حضرات؟ ها فتحة ها ها كسرة هي ها ضمة هو ها هي هو الها نركز فيها عشان ما تنتطيش همزة تمام كده؟ طيب مثال على ها فتحة كده يا حضرات يلا كده زي ايه كده يا حضرات يلا معايا هم؟ ما فيش حد خلص عارف حاجة؟ طيب يلا أنا أولانا لابد أكتبها بشكل مختلف يلا حبيبي يا حلوين هناء هاجر هم؟ هاجر مثلا هاجر مش هاجر هاجر فيها مادة بالأليف تمام كده؟ أدي الهاء فالهاء هي تمام؟ هاجر هارب أهو لا هند في الكسرة هارب هارم هارم تمام كده؟ أدي الهاء فالهاء هي ما ترحش تملئ ابنك وتقول له يلا اكتب هارم هاجر لا طبعا قلوا هاء فتحة هاء هيكتب راء فتحة راء هاء راء باء فتحة باء هاء راء باء تمام كده؟ تمام أولا تمام يبنك أكتب هارب ما ينفعش يكتب هاجر لا 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 يبقى هاجر في فرق بين هاجر وهاجر يعني عزب ليه؟ ما فيش بعد ديها مادة بالأليف هنا هاجر فواحد بيعلنك هاجرني خلص كده؟ أما هاجر أمنا هاجر تمام كده؟ تمام هاء كسرة هي عايزين مثال على الهاء كسرة كده حبيب يا حلوين يلا كده؟ الله ينور عليك تعالوا شوف الحتة دي عجبيتنا أول من عم عزب والله يلا كده؟ أهيه برافو عليك والله يا عم عزب أهيه هادي الهاء كسرة هايه؟ وراء مشددة هايه؟ تأم مربوطة شوف الحم عزب؟ أهيه يلا كده حبابي يا حلوين يلا معايا كده؟ هاء كسرة هاي راء شدة وفتحة يلا هرّة يلا هاء كسرة هاي راء شدة وفتحة هم؟ هرّة تأم مربوطة تو يبقى هرّة تو تملّي ابنك بهذه الطريقة ماشي هرّة تو هاء ضمّة هو هاء ضمّة هو هاء ضمّة هو زي إيه كده حبيب يا حلوين؟ هم؟ زي هو برافو عليك عم عزب والله يا عم عزب النظم بدا يا جماعة ها هو هو ماشي وحاجة تانية هم؟ يلا وجيه وجيه أهي تعالي شوف الهاء أهي وجيه يلا كده عم عزب عليها كده يبقى هاء ضمّة هو دي اسمه حركات قصيرة حضرات هاء فتحة هاء زي هجر وهرب معي يا عم عزب؟ هاء كسرة هاي زي هرّة هاء ضمّة هو زي هو وجيه تمام كده؟ دي اسمه حركات إيه عم عزب؟ حركات قصيرة عايزين بقى الحركات الطويلة؟ تعالي عشان نميز بينهم كده يلا حبيب يا حلوين قد القصيرة هي والطويلة الهاء القصيرة دي عم عزب؟ أهيه هاء فتحة؟ هاء هاء كسرة؟ تب هاء ضمّة الهاء الفتحة دي عايزين نخليها طويلة يا عم عزب نعملين؟ الله ينوّر عليك هاء فتحة هاء بعدها مد بالألف هاء لابد بفي فرق تعال كده يا عزب أهيه شوف مد بالألف أهيه هاء عايزين نسأل عليها يا عم عزب كده؟ الله ينوّر عليك بيراظو عليك يا حبيب والديك أهيه الهاء بعدها مد بالألف هاء هاء أمينا هاجر يلا هاء جارو إيه رأيك؟ هاء لتو تمام كده؟ هاء ريبو هاء جارو ما ترحش تملئ ابنك دوله إيه؟ اكتب يلا هاجر لا 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 هاء فتحة هاء قلوا كده والها بعدها مد بالألف هاء جم فتحة جاء يبقى هاء جاء رأضم رو يبقى هاء جاء رو تمام كده؟ تب هاء كسرة هي عايزين نميديها عم عزب نميديها بإيه؟ الله ينوّر عليك يا حبيب والديك يلا هاء بعدها مد بالياء نقول إيه؟ هي لو سمحت يا سيد حمد عوزين نخلص الحصة هاء بعدها مد بالياء هاء بعدها مد بالياء هاء بعدها مد بالياء الله ينوّر عليك يبقى الهاء بتحب مد بالياء الكسرة بتحب مد بالياء والماد بالياء بيحب الكسرة وإن شاء الله هنكتبه بريب عايزين مثال كده حبيب يا حلون يا معطاطين ها يلا عايزين مد بالياء كده ما فيش خلص حد معايا؟ ما فيش حد بركز؟ ماشي آه بق فتحة بق شوف الهاء بعدها مد بالياء هوا شوف باهي باهيج وبهير فاكر باهير وبهيرة؟ آه باهي أيوان جو تمام كده؟ قد الهاء بعدها مد بالياء هوا يا حضرات تمليه ابنك إزاي؟ يلا عم عزب با فتحة با هاء كسرة هي يبقى با هي الهاء دي بعدها مد بالياء نقول إيه؟ باهي جيم ضمة جو يبقى با هي جو با هي جو تمام كده؟ ننصي جميع الزملاء هنا يعني يركزوا في الحصة كويس؟ والله عشان نفيد أولادنا مش عشان نحن يعني خلاص إحنا كبرنا يعني ماشي؟ هاء ضمة هو هاء ضمة هو هاء ضمة هو عايزين نمد الهاء دي يا سيد محمد كيلاني؟ نمدها بإيه؟ بالياء ولا بالألف؟ هاء ضمة الله نور عليك نمدها بالواو برافو عليك يا حبيب والدك أيوة كده أهو هو بس ركزوا بقى ركزوا معايا المد يا حضرات ما بيتشكلش المد ما بإيه؟ المد ما بحطش على أي تشكيلها شوف عشان ما بش حدي يقولي هو لا أنا مشكل بصوا بصوا ركزوا معايا بحيطها دي هو غير هو خالص هناك الواو هنا يا حضرات يا وو مد ما بتنفعش الشكل هو حدي شكلها لي هو تمام كده؟ طيب مثال كده يا حضرات مثال كده يا سيد محمد كيلاني يلا شوف مركز معه لا أه على هاء بعدها مد بالواو كده يلا يا الله حبيب يا حلو الله ينوّر عليك الله ينوّر عليك شين ضمّه؟ شو اه هذلها اه بعدها مد بالواو اه شهور عرفين شهور؟ شهور شهود نهود ناشي؟ شهور شهور شين ضمّه؟ شو هاء بعدها مد بالواو هو شهور رأ ضمّه؟ رو يبقى شهور تمام كده حضرات؟ كده عرفنا الحركات القصيرة هاء فتحة هاء زي هجر وهرب هاء كسرة هي زي هرّة هاء ضمّه؟ هو زي هو ووجيه هاء بعدها مد بالألف هاجروا عصر عم عزب هاء بعدها مد بالياء بهيجوا هاء بعدها مد بالواو؟ شهور تمام كده عم عزب؟ تمام أمسح؟ تمام يلا يا حضرات معلش مشاهدين الكرام مش هتلقّموا كلمات الحصاد عشان صغيرها شوية انا اسف جدا والله عشان بس ايه؟ نلحق نشرح وبعدين عم عزب صايم عاوز يفتر تمام كده؟ يلا يا سجزة خلّصنا الحركات القصيرة والطويلة باقي السكون يا حضرات يلا كده معنا كده سريعا سريعا والله نفس الحصة تكون ساعتين ثلاثة بس الناس بس تستحملني وتفضل مستحملة انا ممكن اقبأ في ساعتين ثلاثة دلوقت يا جماعة والله ما زعلت نهائي والله يلا احنا خلّصنا للحركات القصيرة خلّصنا للحركات الطويلة باقي السكون يلا يلا عم عزب كده؟ احنا في إيه؟ ها السكون أعرف أنطار وحدها؟ ها السكون أعرف أنطار وحدها؟ مافيش محد معايا ماتبطل يا محمد يا كيلاني ها السكون خليك معايا عام ركز شوي الها السكن أعرف أنطار وحدها؟ أيوة تبقى أعمل ليه عشان أنطقل وحدها الله ينور عليك يا حبيب والديك والله من حصة واحدة يا جماعة اللي أستاذ محمد كاني من حصة واحدة بقى بسم الله يا ما شاء الله إيه ده؟ هتقعدنا في البيت بقى مش هنشتغل ألف همزة فتحة أ شوف أ ماشي ألف همزة كسرة إ ألف همزة ضمة أ طيب ب لحظة وصل عشان كلها عشان الناس تنطقها بس أهي ب ب ب ب ك ك ك الناس الحرف الساكن حرفه ضعيف ينفع أنطقل وحده؟ ما ينفعش أنطقل وحده لابد أحطه قدامه حرف عشان أعرف أنطقه يسنده خلاص يا عم عزب؟ نركز شو عم عزب؟ أ إ أو ب ب ب و و و على رأي الجزائرين و و و يعني نعم ما فيش مشكلة تمام كده؟ أهي و أهي و تمام كده؟ بس وها عندهم بعدها الوة وبعدها ألف ما فيش مشكلة تمام كده حضرات؟ طب عاوزين مثال على السكون كده عم عزب؟ يلا يا أستاذ عم عزب عاوزين مثال على السكون كده؟ ما فيش؟ طب ماشي ما فيش مراكز مع عزب؟ أهي بص كده؟ مثال عليها هوا يا حضرات أهو نكتبها هنا أ ألف همزة فتحة أ يلا يا حضرات نعم لا يا جماعة لسه بدري أه را مو يلا أدي مثال على الهاء الساكنة عشان بقوله قدام أربعة دائق بس أه رامو ألف همزة فتحة أ هاء ساكنة أه را بعدها ما تبقى الألف؟ را أه را مو يلا بينا على الشد بقى عشان عم عزب ايه؟ يلا حضرات خلاص الهاء الساكنة خلاص خدنا مثال عليها زي أه رامو خلاص شه رو نه رو خلاص يلا حضرات فاهدوا يلا يا سادزة الشد بقى عشان ايه؟ الوقت بيداهمنا كده وأنا بحبش أبدا الحصة اللي بتوب ساعة واحدة ديت ولا نصف ساعة يلا يا سادزة الشد بقى يلا كده حضرات الهاء هي مشددة هي يلا خليك معايا أستاذ محمد كلاني أستاذ محمد يلا كده يلا ألف همزة فتحة أه الهاء المشددة أه ها الهاء دي احنا قلنا ايه؟ الشدة يعني اتنين الشدة يعني ايه؟ اتنين الشدة يعني ايه؟ طب عايزين مثال على الهاء المشددة كده doit زي أه هاه ها هم؟ اه هى؟ أيوة؟ لا 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 أوه هو تستاذ محمد كلاني معايا أولو مش معايا؟ لا أستاذ محمد كلاني أه ها اه هي؟ أه أوه هو الهاء المشدده تنين أي حرف مشدده اتنين؟ بنطقه مرتين مرة ساكن؟ أهو؟ مرة متحرك اهو دي شدة وفتحة يعني سكون وفتحة شدة وكسرة سكون وكسرة في حاجة معزب سكون وضم اه ها في حاجة معزب قولي اه ها اه ها اه ها طب عايزين مثال كده حضرات مثال على الهائي المشددة يلا كده مثال كده يلا ها اهي تعالوا بصوا على المساء بصوا عم عزب قاب فتحة قاب معايا عم عزب ولا لا معايا طب ليه طب ماشي طب يعني طب نراكز عليها نجيب عليها على الصبورة يلا حضرات ها دي الهائي المشددة ها يلا معايا عم محمد ولا لا طب يلا كده يلا الوش ده جماعة حرام كده بصوا حبيبي قاب فتحة قاب ها مشددة شدة وفتحة قاب ها قاب ها ما تطاهم مرتين يا عم عزب بصوا اهو ها دي يا حضرات اتنين ها سكون وها عليها ايه فتحة قه ها وفيما دي بالألف بعدها قه ها رأضم رو قه ها رو تبعوزين اطحة يا حضرات اهي اخر حاجة دي والله اخر حاجة دي يلا كده نطحة يلا نحللها لمخاطعة صوتية قد القفة ها ها في اتنين صح الله ينور عليك قه والهاء ها طيب الهاء بعدها مدي بل مدي مع الممدود قه ها كم مقطع واحد اتنين تلاتة قه شوف الحرف الساكن مع اللي قبلي قه والمدي مع الممدود قه ها والحرف المتحرك لوحده رو قه ها رو واحد اتنين تلاتة اهو تمام كده يا حضرات كده انهينا الحصة باقي فقط باقي فقط الشبكة عشان الناس بس تكتبها لو رمينا الشبكة على حرف الهاء اخر حاجة ايه هتجيب ايه هتجيب سمك ام عزب مش هتجيب سمك هتجيب ها فتح ها يلا ها كسرا هي يلا ها ضمه هتجيب ايه تاني الهاء بعدها مدي الالف ها بعدها مدي بلياء هي بعدها مدي بلواو يلا هو وهتجيب الهاء الساكنة اه 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 به به بو تمام وهتجيب الشده زي ايه يلا اه 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 يلا حضرات عشان ايه علشان الفاصل يلا عم عزب كده عشان نجيب الشبكة بس عشان اختم يلا تمام كده مشاهدنا الكرام اشكركم لحسن متابعتكم وإلى أنا ألتقي بكم الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى اترككم في رهات الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته